اشتركوا في القناة النادي الاهلي دايما ما بيفرحش الا في حالة المكسب ممكن يزعل لو انت عملت مباراة كبيرة وتعدلت لكن فكرة ان يكون في قاموس جماهير الاهلي تعادل او خسارة مش وردة اطلاقا البعض ممكن يقولك يا جماعة ما دي مش كورة دي مش رياضة الرياضة دايما فيها مكسب وخسارة وفيها تعادل دي رياضة وارد فيها كل النتائج ولكن انا بيعجبني على المستوى الشخصي ان المنتالة بتاعة جماهير النادي الاهلي او العقلية اللي بيفكر بها جمهور الاهلي دايما احط لعبتي واجهزتي الفنية والمسؤولين ان المكسب بالنسبة لنا هو المقام الاول العب واكسب ممكن تتعدل مرة ممكن تخسر مرة اه وارد ولكن طول ما انا دايما حطك في اطار انك بتلعب على المكسب بس هيفضل دايما تفكيرك انك بتلعب على المكسب بس يوم ما تحس ان انت تعادلت تحس ان انت عملت حاجة غلط فبالتالي ترجع بصرح عشان تكسب هو ازعل من التعادل او من الخسارة ان انت خسرت او تعادلت لا الفكرة في حد ذاتها وانا فاهم دال ان انا واحد من جمهور الاهلي قبل ما اكون صحفي او اعلامي ان انت دايما حاطت في مبدأك او في تفكيرك انك تنزل عشان تكسب طول ما انت بتفكر بالشكل ده طول ما انت دايما هتبدل في المركز الاول زي الطالب اللي بيدخل اي امتحان او مقبل على سنة دراسية لو فكر انه عنده تمن مواد زاكر خمسة ستة فبتلع هينجح للمادتين التانين اللي ممكن يهملهم شوية يطلع فيهم بدرجة مقبول ممكن لقدر الله ما ينجحش فيهم بدرجة مقبول ويشيل المادتين فيخش دور تاني هي دي نفس العقلية لا بتزاكر المواد كلها عشان تنجح في المواد كلها فطول ما انت بتفكر بالشكل ده هتنجح على طول عشان كده تلاقي النادي الاهل دايما لما بيخش في كل سنة فاربع خمس بطولات على اقل عايز يكسب الاربع خمس بطولات لو كسب الاربع بيخسر بطولة ولكن استحالة يطلع موسم خالي الوفاد الا لما بيحصل ده كل خمس ست سنين او كل عشر سنين مرة فانا مدرك وفاهم للجمهور زعلان ولكن ان شاء الله بإذن الله هيكون في تدارك في المباريات اللي جاية وبإذن الله يقدر الاهل يكسب الإسماعيلي والاتحاد ويفرح بالبطولة الخمسة السنة دي بعد الفوز على الزمالك باي